إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة تسجيل ارتفاع جديد في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا وقد سجلت مملكة البحرين في آخر إحصائية لوزارة الصحة 3333 حالات قائمة جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 26 ألفا و78 حالة منها 72 حالة تتلقى العلاج في المستشفى وتسع حالات في وحدة العناية الفائقة فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم وقد أعلنت وزارة الصحة تعافية 1915 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 293212 حالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر